حين سأل أردوغان مسعود برزاني هل لديك تاريخ في كاركوك التاريخ بقى حاضر جدا في الشرق الأوسط جزء منه عودة التاريخ وجزء منه الرغبة في ألا يعود التاريخ الرئيس أردوغان تكلم وقال إنه مسعود برزاني بيتواجد في أكتر من مكان ما كانش فيه وجود تاريخي للأكراد فيه وقال إنه بيكلم برزاني بيقوله أنت ملكش تاريخ في كاركوك وأنت موجود في كاركوك ليه والأتراك لما راحوا ودخلوا شمال سوريا السوريين قبلوهم وقلوهم أهلا بأحفاد السلطان محمد الفاتح كون تركيا بتقول إن الأكراد لهم تاريخ أو ليس لهم تاريخ في كاركوك ده نقاش ينبغي أن يثور لأنه دلوقتي فيه محاولة لانفصال الأكراد إنما استدعاء الرئيس أردوغان للسلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وأنهى الإمبراطورية البيزنطية وإسطنبول حاليا هي بيزنطة أو هي مدينة الكسطنطينية سابقا هذا الاستدعاء ربما ليس في محله الآن إما إنه بيثير سراح حضارات من جديد ويذكر بتاريخ مضى أو الأمر الثاني إنه ليس السلطان محمد الفاتح هو أو ليس رئيس أردوغان هو الامتداد للسلطان محمد الفاتح ليس سلطانا جديدا وليس محمد فاتح جديد واستدعاء التاريخ على هذا النحو اللي المنطقة شايفه إنه كان استعمار بالنسبة للعالم العربي وإن كان فتح لمدن أخرى في أوروبا كل هذا يؤدي إلى إرباك العالم العربي وإلى إرباك الشرق الأوسط استدعاء الرئيس أردوغان لمحمد الفاتح في غير سياقه يمثل إرباكا للتاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر